لعبة تيكن ترجع لنبزة جديد بعد سبع سنوات تيكن 8 هو العنوان الجديد في السلسلة من نشر تطوير بند داينامكو طبعاً أهم تغيير حسب السلسلة أنهم استخدموا محرك أنريل إنزين 5 الجديد وهذا أعطى قفصة كبيرة جداً في الرسوم والمؤثرات في اللعبة حتى التفاصيل الدقيقة مثل عروق في العضرات وقطرات العرق على الجلد وأيضاً نسيج خامة القماش في الملابس واضح أن اللعبة استخدم المحرك بشكل صحيح جداً طور القصة يرجع من جديد لكن بدل ما يكون مدته ساعتين مثل تيكن 7 صار مدته تقريباً ساعة لكن هذه الساعة يكون فيها قصة ملحمية بين قتال كازويا وجن ومن أول فصل بيبدأ الحماس وتشوف قتال رائع بين الأب وابنة في المدينة والمشاهد السينمائية في اللعبة كثيرة والدخل لك الجو في سرد أحداث القصة وعجبني تنقل السلس بين المشاهد السينمائية ورسوم اللعبة بشكل جداً ممتاز وأحداث القصة بيكون فيها شخصيات كثيرة ومفاجآت فيها اللعبة بتقدم 32 شخصية بينهم شخصيات عائدة مثل جن وكازويا وشخصيات عادة بعد انقطاع سنوات مثل ريفن آخر ظهورها رسمي كان في تيكن 6 قبل 15 سنة لكن المفاجئة الكبرى هو ظهور شخصية جون كازاما رسمياً من بعد اختفاء داما 25 سنة لأن آخر ظهور لها كان في تيكن 2 وتقدم اللعبة ثلاث مقاتلين جدد الأولى هي بنت اسمها رينا تاريقها مجهول كلنا عرفة عنها أنها تمارس فنون عائلة المشيما وشخصية من بيرو اسمها أزوسينا وهي مقاتلة تلقى بملكة القهوة وآخيراً وليس آخراً شخصية فيكتور وهو المؤسس لليون اندبندت فورسس طيب خلنا نتكلم عن نظام اللعبة في تيكن 8 تقدموا نظام لعب جديد اسمه هيت موت هو عبارة عن تفعيل قدرة خارقة لمرة واحدة في الجولة تعزز من قوة الضربات وتخليها تسوي يعني يصير فيه ضرر الخصم حتى لو صد ضربات وإضافة حركات خاصة جديدة تسوي ضرر كبير طبعاً حركات هذه تختلف من شخصية إلى أخرى ورجع أيضاً نظام التسهيل في التحكم وتم تحسينه أكثر بحيث صار الآن كأنك قاعد تلعب لعبة قتالية أكشنية وتقدر تبدل بين الوضعين بضغطة زر جداً استمتعت في استخدامه عشان أسوي كومبوهاد سريعة وإذا شفت الوضع يحتاج استراتيجية أبدل للتحكم العادي وهذا النظام بيساعد الكثير من اللاعبين تكن الإجداد أنهم يستمتعون باللعبة اللعبة تقدمها طوار ثانية مثل طور الإيبسودس وهو فكرة أنك تختار شخصية وبعدين يجي مشهد سينمائي لقصتها يكون قصير وسطحي جداً وبعدها تلعب خمس مباريات وبعدها تجي مشهد سينمائي قصير أيضاً للنهاية حقتها ويعتبر جداً سطحي أيضاً لقصة شخصية يعني تقريباً نفس الكلام موجود في لعبتك الأولية في نمط الأركيد لكن الأمانة ما حسيتها شيء ممتع لأن في السابق كان بعض المشاهد تتكلم عن قصة وعمق في الشخصية لكن هنا المشاهد السطحية وما فيها متعة وفي طور جديد اسمه أركيد كويست هو طور لعب واحد أوفلاين تصمم شخصية خاصة فيك وبعدها تغامر في صلاة الأركيد وتقابل لعبين آخرين غير حقيقيين طبعاً وتحاول أنك تتغلب عليهم عشان تنتقي بالرتبة وأيضاً تحصل منهم على هدايا كسوارات متنوعة فيها قصة سطحية جداً أيضاً ومملة والطور في الحقيقة صاير أكثر كتعليم المبتدئين وأيضاً حصول الأكسسوارات في اللعبة يمكن أعجب البعض لكن شخصياً ما أعجبني كثير ويمكن أكبر مفاجأة هو عودة طور تيكن بول والتي تم تقديمه في لعبة تيكن ثري والحين يرجع بعد انقطاع طويل وفكرته أنك تحاول تضرب الكورة على الخصم عشان تنقص من طاقته وتفوز عليه لما تنتهي طاقته وتقر تلعب أفلاين مع كمبيوتر أو صديق أو أونلاين وجربت الأونلاين كان ممتاز ويعطيك خيار من بين ثلاثة نتكوتس عشان تحصل على أفضل تجربة ممكنة أثناء اللعب إذن لعبة تيكن 8 موجهة للعبين القدامى وأيضاً الجدد وطور التحكم الجديد رح يساعد الكثير من اللاعبين الجدد خوض قتلات ممتعة فيها اشتركوا في القناة